ماذا لو قررت في هذه اللحظة أن تتوجه إلى المطار لتطير إلى أي منطقة في العالم وقع عليها اختيارك؟ هل بإمكانك فعل ذلك بهذه البساطة؟ أو أن الأمر يتطلب أكثر من تذكيرات طائرة وبطاقة ائتمان؟ الإجابة مرتبطة بشيئين اثنين هما جنسيتك ووجهتك هذان العاملان هما الذان يحددان ما إذا ستحول التأشيرة وإجراءات الحصول عليها بينك وبين وجهتك فجوازات الصفر في العالم تختلف من حيث تخويلها لحاملها الصفر إلى أي مكان في العالم وكلما كانت حرية تنقل حامل الجواز أكبر كلما اعتبر أقوى وارتفع تصنيفه في لائحة أقوى جوازات الصفر في العالم فعلى سبيل المثال جواز الصفر المغربي يحتل المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بحيث يخويل لحامله الصفر إلى ستين دولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول من بينها وجهات سياحية رائعة إليك لائحة لعشرة أفضل الوجهات السياحية التي يمكن للمغاربة زيارتها دون الحاجة لتأشيرة تونس ثلاثة أشهر دون تأشيرة البرازيل ثلاثة أشهر دون تأشيرة تونس ثلاثة أشهر دون تأشيرة أيضا كوريا الجنوبية ثلاثة أشهر دون تأشيرة الأردن تأشيرة لشهر واحد عند الوصول هونغ كونغ ثلاثون يوما دون تأشيرة إندونيسيا ثلاثون يوما دون تأشيرة ماليزيا ثلاثة أشهر دون تأشيرة شزر المالييف ثلاثون يوما دون تأشيرة أيضا وأخيرا جزر السيشل ثلاثون يوما دون تأشيرة ترجمة نانسي قنقر